للأسف الأرقام مفزعة في تعاطي المخدرات في بلادنا ما تلقاش عائلة ما فيش مستهلك وما تلقاش طفل صغير مش مجرب استهلاك المخدرات اليوم في المدرسة متاعنا اليوم مستهلكين والمدمنين أطفال ومراهقين وشباب وشبات وأيضا كهول وشيوخ في بلادنا المخدرات تجتاح البلايس الكل وحديث الشارع بطبيعة الحال وهو من يغرق البلاد والعباد بهذه السموم نتفرجه في الشارع التونسي شو يقول ونعود للحديث فضل تتمثل في حجز كميات كبيرة من المخدرات مخبأة بإحكام في سيارات موردة من قبل شركة لماركة معروفة متاع سيارات في تونس شنوارك والله الظاهرة هذه هي بعض ثورة أطفال معتا فما عطراف خارجية هذه كده وهدو استهداف معتا الشباب التونسي والعربي بصفة عامة معتا الإغراق وفي الآفة هذه وهو اولات هذه الظاهرة معتا منتشره في المعاهد عطى فهمت في المقاهي في بارتو معتا أكلي والذات تكون أوليرانز حتى葬 Plan ما علامة ولله الز诉ل مثلا حاجة عادية بانتا فهمت برغم من المجهودات والأمن والدوانة والواحد لكن عند الا behand 윤مدة تاح أقوى من المجهودات هذه ما تدخلش حاجة كيك فما طواطق معناه والمستفيد شكون المستفيد معناه مولا شريكة السيارات فماش واحد يخل انا عندي خبرة في الامور كمنابية كيفاش؟ انا كنت محكومة ب 27 سنة 27 سنة حبس؟ 27 سنة حبس على ترايف هكا كبر ترايف اشن هو؟ ترايف مقانا بهندي بالفرانسيس وباللغة العامية يقولول التكروري عديت 27 عام حبس؟ لا عديت 14 سنة و 8 شهر يعني قطعة صغيرة كالفتة ك14 عام من ناحياتي؟ قطعة والله ما تشدت عندي بالكلمة براو فلان ويشاية يعني؟ احنا اللي خلينيهم يوصلوا معناه مشي دخلوا حاجة ذرنا احنا خاطر احنا لي طالبينا دونك ما دام هو سوق فيه طالب وفما عطاء معناه احنا طالبين هما يعطيونا احنا نحكي عالشباب مش هنا في شخصي تعرف انتي ما دام وصلت دخلة لطونس راو مانيا فما فما معناه عبيد ما بوع ما نحبش نسميه ما فما عبيد معاينين قاعدين يجعلوا ياخذوا في الجعالة دونك باش يضروا لي في لفان ولدك هذيك هذي اكثر زادة من الارهاب لانه ولاد صغار معدوش يقروا تحكي على ظاهرة المخدرات ظاهرة المخدرات ولاد صغار معدوش يقرى عائلات قاعدة تتطلق نظرا مشاكل والتعائلية ما بين البو والام على خاطر الولاد يبدو يتعاطف المخدرات وترجعنا برشا برشا ندخلوا فيها تزادة بالعملة الاجنبية احنا مش ننتجو فيها واللي يدخلوا فيها ما هوشي البوغات الماركي يدخلوا فيها ثم مش كون قاعد ينسق معاهم في الدخل في الدخل بطبيعة هي كلمة الاختبوت ومش وحدهم قاعدين يدخلوا مشات هي البلاد في العشرة سنين الاخر مشات تونس مشات تونس اكثر فيها الاجرام اكثر فيها المخدرات كل شيء كل شيء موجود فيها اللي اخسلكم رأي الشارع التونسي يقولك فما طواطع في المخدرات في بلادنا فما رشاوي فما اطراف تحب تغرق البلاد رئيس الجمهورية قام بخطوات تونسي كل تعترف بالجميل للحاجات اللي اعملهم لكن ينتظروا منه قرارات صارمة تجاه تجار المخدرات والسموم في بلادنا ايضا هنالك سياسة المكيالين واحد شده عنده بعض الغرامات من المخدرات حكمه عليه بسابع عشرين عام واحنا عنا ملف امتاع احدى الاتفال خلينا نقوله تشد عمره قربية عشرين عام تحكم باثناش عام عنده كمية صغيرة برشا وتربط بعشرة سنين لمجدودين في الكوكايين يروحوا من بعد انهارات ايضا اطراف اخرى مورطة في المخدرات وسمعنا بها لكن هم اصحاب الجاء ابناء العائلات الكبرى اما يهربوهم نحو الخارج او الحكم باحكام خفيفة جدا نرجعلك لاسعد في تعليقك على كل ما سمعته مني ومن الريبورتاز احنا حكينا سابقا ونزيدو نعاودو مسئل تطهير الاجهزة واليوم ما ثم حتى اجراء على المستوى التشريعي لانه على الاقل القرينة انت تعرف انت جرائم الرشوة هي جرائم سوداء والجرائم السوداء هذية بش نجم انت تحاربها لانه الكشف متاحه صعب بيش تحاربها يجب ان تحاربها بالقراءن انا بالنسبة لي واحد لم يطبق القانون يعتبر مرتشي ويحاكم على هذا الاساس يتقضى عليه انا بالنسبة لي متعرف موقفي مرتشي يعدموه يروج مخدرات يعدموه هذه معناتها نمم بيه معناتها الادام ما تقلقش روحك اليوم هذا مشو موجود انت اليوم هك تشوف الناس تمصلنا في الدم متاعنا تنهشلنا في الحمم متاعنا مغرقين البلاد في المديونية يمارسوا علينا في الارهاب الجبائي بيش يوفروا الاجور والامتيازات متاع ناس حولوا تونس الى مزبلة مفتوحة ناس لا تصهر اليوم عندك مسهولين يصهرون على تعطيل العمل بالقوانين ها هي هذومة انا ما انا ما انا ما انا ما انا متورط فيه اللي متورط فيه هو الماسك بالسلطة اليوم اللي هو عنده احنا اليوم التخلف مفروض علينا الجريمة مفروض علينا نحن اليوم في وضعية استعمار داخلي يحكمنا الفساد والجهل والخيانة والحمد لله اليوم بدردينا وقت لتحكي على سياسة المكالين في المخدرات طلق ابناء الشعب الزوولة اللي شدوا عنده جونتا هكا يتعدى بعشرة سنين وما اكثر لكن لما يتتعلق الامر بابناء الاثرية والا العائلات النافذة احكام مخففة او يخلوه يعروا بالبرة يسافر يمشي كما قضية الحال من طاعة هاللي كنت تحكي عليه انت الوزير المشهور ومزودي بالمخدرات فضل شوف ملاحظة يلولة شوفنا تفاعل الشارع مع الظاهرة هذه احنا كنا نتحدث في البلاتوق قبل ما تعدى انت الحوار مع الشارع الشارع يعي كل صغيرة وكبيرة في علاقة بهذه الامر فاهم طبعا فما بالك بالمسؤول فما بالك بالمسؤول الامني انا متأكد الاجهزة الامنية تعرف كل صغيرة وكبيرة ولكن تم عبدت خاف يقولك المسل واحد من البارونات يتايروني ينقلوه ينقلوه في ابس الاشياء اللي كان مرحموه وهذا وهو السيد وزير الداخلية يسمع فيه و السيدة وزيرة العدد تسمع فيه رأيه صارت ممارسات خلال السنوات الفارط ثم ناس دفعت فاتورة جديتها وصرامتها في الطعاعة مع التدار صحيح باهي والله اذا كانت توفرنهم حماية ويقع اطلاق ايادهم دحت طائرة قانون لاستأصال هاته الظاهرة انا اكدلك الامر هذا مهوش صعيد طبعا المجهود الامني والمجهود القضاء يععدوا مجهود اخر في مستوى حماية مؤسسة تربوية مجهود اخر من داخل مؤسسة تربوية خلي شبابنا يرجعون له تنشيط الثقافي داخل المدرسة وشبابنا اللي هو في ساعة جو فامة خرجة الشارع يجي قاعة مراجعة تفتظنوا نعم يخافوا عليه نعم اليوم شبابنا شاد الشارع وولدي يحكي لي في تفاصيل تفاصيل انا من اعرف هاش حول مخدرات مخدرات موجودة داخل المدرسة تروج داخل المدرسة ابنات وولادي يروجوا فيهم داخل المدرسة انا ينأكدك للاجهزة الامنية تعرف كل صغيرة وكبيرة يجب اطلاع ايادي الاجهزة الامنية في ملاحقة هؤلاء وانا في رأيي ككل مافيا هذه مافيا مخدرات السلاسة تقبلها يتحدث عن نوع المافيات هذه مافيا عندها القدرة المالية قادرة انها تسيطر على المشهد الاداري والسياسي بشكل او باخر قادرة تحمي الرؤوس الكبار وطبعا يدفعوا الفاتورة كما اذكرت سياتك في سؤالك هم الزوالة وولاك الحفيانة البوسطاء هذوك هم اللي يشدوا السجون ولكن الكبارات اللي دخلوا في البضاعة هذه ويروجوها ويستثمروا فيها طالقين ايدي لانهم عندما يشكون يحميهم ماليا وسياسيا واداريا فما مثلا نعلق عليها خاطر انتي مدامة جبدت وانتي ركزت عليها مليح مليح بشناع المكاسي محمد اللي اليوم معناش تدقيق في جودة الاحكام وللأسف وهذا هو التخلف بعينه وهذا يلي غيدنا عليش نقولوا احنا معناش لا اصلاحات لا مؤسسية ولا تشريعية اليوم تعرف اللي في مجلس اوروبا هناك لجنة قارة ودائمة تخدم على الموضوع متع تقييم جودة الاحكام القضائية اليوم عندك مدقيقين قضائيين بش وقت اللي يشوف الحكم هذا ويشوف الحكم هذا يعرف اللي هذا الحكم هذه مشبوهة وللأسف هذه هي الاصلاحات المؤسسية خطر نحنا حبوون ابن دولة ما نحبوش ابن دولة بتاع الشعبوية الجاهلة وهذا نعيشو فيه احنا اليوم حاليا نعيشو في ظل شعبوية جاهلة موجود الشعبوية في اوروبا لكن تلقيها شعبوية عالمة وليست جاهلة انا عندي تعقيم ونحب نربطه بقضية اخرى في علاقة بالجانب هذا هؤلاء كان مشكل يحميه انا اذكر حادثة رئيس محكمة في احدى الجهات مهمته حماية المهربين انا رأيكم نقول مهرب يهرب المخدرات يهرب البلاشات يهرب كل شيء اختر كلام لعما اختر والاجهزة تعلم ذلك تعلم جيدا ويعرف مليح ايه وجهة اقصد السادة القضاة استذروا احكام بايقاف المهربين مهمته هو الافراج عليهم في ظرف نهرية وثلاثة والبيانات بكل وضوح تؤكد ضلوع اجهزة داخل القضاء في حماية هذه البرونات على مسؤوليتك نعم على مسؤوليتي وانا انا اكدلك الاجهزة على علم بهذا الموضوع وقامت بدورها ليوضع حد لهذا القاضي الذي كنت اقصده ولكن لا يعني المنظومة هذه تم تفكيكها منظومة هذه موجودة سيلة سعد كان يحكي على التدقيق والبحث في جودة الاحكام وهو اختصاص نعم وهو اختصاص للأسف نحن الجهاز القضائي ما زال بعيدا عن التعافي حتى نصل إلى هذه الدرجة من النضج والجودة يحتاج إلى جهد كبير كيف سيبادردين ياخي ما جاناش الاتحاد الأوروبي وعطانا فهمتني فلوس وعطانا مئات نعم وطيشنا مئات المليارات وكذا واللجنة هذية نحدث فيك عليها وجاونا اشبال خبراء لهنا وكذا وقالونا رابش نصلحوا وعايتونا ضيعونا الوقت متاعنا وكذا اتضح لنا أن العملية هي مسرحية سمجة وعفنة أنا قلت أن الجهاز القضائي ما زال بعيدا حتى يصل إلى هذه الدرجة بالجودة في مستوى رقابة عن الحكام القضائية وتجويدها ومراقبتها العملية تطلب مراجعة شاملة وعميقة شاملة وعميقة لعلمك لعلمك أن الأحكام التي تصدر عن محكمة التعقيم في تونس لا تشملها رقابة التفقدية العامة وهذا بمقتضى الأمر المشبوه الذي يتعلق بالتفاقية من انجاتك المطاية اليوم التفقدية العامة ليس من صلاحياتها. اليوم القيام بعملية تفقد داخل محكمة التعقيد. هذا في الامر المنظم واللي يرجع الى سنة 2010. على اهمية الاحكام الصادرة عن محكمة التعقيد. اذا كانت توصل التفقدية العامة لوزارة العدل. اتراقب الاحكام ما دون الاحكام القضائية. نكون اقطعنا شوط كبير ياسر في اتجاه الجودة. لكن انت سيبادردين تعرف. انت تعرف جزء من التوان سيعرفوا انه في وزارة العدل فما خدمة كبيرة قاعدة تنجز لاسلاح ما يمكنه اسلاحه. وايضا في بلادنا فما قضاء شرفاء. اعطاءوا المثال فتة فاني متاحهم. وفي خدمتهم لبلادنا. وحد ما يشك فيه. سي محمد لا انكر الجهود التي تبذل في وزارة العدل في رهد السيدة ليلى جفال في الفترة الاخيرة. وحتى الملف اللي سبق وذكرته في علاقة باحد رؤساء المحاكم اليدائية بشرته التفقدية باذن من وزيرة العدل. نحييها بالمناسبة هذه. تم مجهودات ولكن ثم قوى جذب الى الوراء حتى داخل الجهاز القضائي وداخل المنظومة القضائية يجب ان يقع تفكيك هذا الجهاز حتى نستطيع ان نرتقي بالمرفق القضائي كما يجب. للأسف. معز انت عن التعليق ولا انت تعطيه للسرسي. لا لا مش هلية نحن لا تخيفن هذه الاحكام الظالمة والجائرة لا نلتفت إليها. نحن لنا رب يحمينا نحن لا نخش شيء. ربما انت تريش في التروش في الكاتون منذ مدة انا معز ابتال علي سلام هذا يا رسعي. انا مش اعطيك مثال. والخطاب هذا نتوجه به للسيدة وزيرة العدل. نريد من السيدة وزيرة العدل ومن يساعدها. عوض الاشتغال بقمع واستهداف كبار المبلغين على الفساد. نحذر السيدة وزيرة العدل من التعاطي مع جمعيات منتصبة في تونس. جمعيات تونسية واجنبية سلاس عد. منتصبة في تونس. تتعلق وتشتغل اساسا على اساس تحسين الجودة داخل المرفق القضائي. وتتلقى اموال هذه الجمعيات من الولايات المتحدة المريكية والاتحاد الاوروبي. واحدى هذه الجمعيات تسيطر عليها امرأة ذات جنسية فرنسية مقيمة في تونس. ونقول السيدة وزيرة العدل احذر هذه الجمعية. وانا خلال هذا الاسبوع سأتعهد بنشر كل الوثائق التي تتعلق بهذه الجمعية التي انتصبت سنة 2016. هذه الجمعية. رئيس والتونس غير موجود. مقيم في الخارج. ولا يأتي لهذه الجمعية. امين المال لهذه الجمعية. يأتي دوريا مرة في الشهر يوقع السكوك للمرأة الفرنسية. ولا نعلم عنها شيئا هذه المرأة. التي تقوم بتحسين التطبيقات للإلكترونية للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والمحاكم العدلية والتي تقدم في الأثاث والمبل. لأجل ماذا؟ لأجل عيوننا السود. عنوان يا بربي وين مقيمة الجمعية هذه؟ الجمعية هذه مقيمة في تونس. وعندي اسمها بالكامل. لن أذبها الآن. أنا سأنشره في صفحتي حتى لا أحج محمد البوزيدي. ما نسبلوش في إشكال. أنا أقول مرة أخرى. السيدة وزيرة العدل احذر من هذه الجمعيات الممولة أجنبية. والتي تزعم أنها تلقننا دروس. أنها تلقننا دروس في الحقوق والحريات واحترام القانون. وكان أجل بالولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد الأوروبي أن يحترم القانون والحقوق في قضية غزة. نجب باش نلقسك فيه لكن فمن يبع عمومية نجمة وجهة لك الدعوة للإدلاب بكل المعطيات. همضيف لك على السيارات السيارات الجديدة الموردة والتي وردها من أكبر كونسيسيونال في تونس. والتي وردت السيارات ثم اكتشفت أن هذه السيارات وانت ذكرت هذا على لسانك محشوة بالمخدرات. كيف سنتعطى مع هذا الملف؟ على ما نلقي اللائمة أنا أخشى أن تنتهي التحقيقات في قضية السيارات الموردة الجديدة والمحشوة بالمخدرات وأنواعها أن تنتهي إلى ذات التحقيقات التي ارتبطت بصفقة ليكوادور التي أشرت إليها أنت منذ حين في صفقة البنانة المشهورة أو بصفقات المليون وثمانية مئة ألف حبة من المخدرات التي حجزت في لبنان وموجهة إلى تونس. لم نصل إلى أي شيء لو كان الملف يتعلق بمدون من المدونين رأوا تحركت النيابة العمومية والتحقيقات بسرعة